في نهاية هذا العهد المشؤوم يقوم بطيار الوطن الحر ويوزع صور ويفطات للرئيس عون ويشكره ويمجده فيه ووزعه على كل المناطق اللبنانية هناك مناطق الناس تنشت هناك مناطق الموجودين الأكترية فيها لكن هناك مناطق غير مرغوبة فيها مثل بيترابلوس بيقوم أحد النشطين بالثورة السائر واسيم بركات بيخزق بالعلن قدام الكل أحد يفطات للرئيس عون بيقوموا بيستدعوا بمغفر الميناء أول شي أنا مهم بدي اسأل السؤال أنه لشو عم تعلقوا يفطات يعني مش بس بيترابلوس بكل لبنان أوش خلا نحكي عن كل لبنان أنه عشوم التكلين يعني تتعلقوا يفطات بنهاية عهد أفشل عهد بتاريخ لبنان شو هيدا هيدا يعني أهر للعالم هيدا نكران لمعاينات الناس نكران لسرقة الناس مدخراتها من البنوكة اللي السياسيين هني اللي استفادوا من هالسرقة هيدا نكران للأزمة المعيشية اللي عايشينها المواطنين يعني تنكر لا كل شي تنكر لا الاستشفى اللي راح للتعليم اللي نهار أنه كمان بتكون تعلقوا يفطات تبجيل ومديح وزحف وزل لزعيم ما طلع زعيم وطني طلع زعيم حزبة بعدين عم بترابلوس هالمنطقة اللي موفر فرصة جنرال عون أنه ينعتهم بالإرهبية بتكون يقبلوا أنه يتعلقوا يفطات فيها يعني بأي حقية الله بتنقبل هيدا بأي حقية الله بده ابن ترابلوس يقبل أنه تتعلق صورة ميشيل عون عنده بالمنطقة وميشيل عون ما بيوفر إلا ميهين الترابلسية أنا بدي حييك يا واسيم بدي حط إيدي على إيدك وبقول لك ما تروح على المغفر ما تروح ونحن بيظهرك وإذا بدوا يكبروا نحن منكبرها يا أما الدولة بتغض النظر عن استدعاء واسيم ونحن منغض النظر يا أما بتكون تكبروا نحن بنا نكبرها نحن منغض النظر